السلام عليكم كيف ديرين تمنى تكونوا بخير أموركم على خير مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد قادية جديدة لا سنطول المقدمة لكي لا يأتي فيديو طويل ولكن قبل نفكر الناس الذين يرون القناة أول مرة والمحتوى الذي نقدمه لا ينسوا لايك على الفيديو اشتركوا في القناة لكي يصلوا لكي يشجعونا على السمران ندخلوا نيشان في القصة هذه القصة ستبدأ أحدادها في مدينة سطات عام 2013 مع واحد سيد اسمته عزيز هذا الشخص كان عنده كاميو يشارج عليه تبن وكل مرة يدينه المدينة واحد الصباح بتاريخ ثلاثة شهر ربعة يعني ثلاثة أبريل من نفس العام يعني 2013 كيف العادة عزيز كان يشارجي كاميو دياله بالتبن طبعا باش يشد بيطريق المدينة وكان معه وكان معه مساعده يتنوه مع السوق ويتعاونه على الطريق هذا الشخص كان معه سميته محمد المحمد عزيز خرجوا من مدينة سطات وشدوا الطريق بجوج وكان معه وكان معه الساعة تقريبا الربعة ديال الصباح وكانوا حتى اخرجوا المدينة بواحد عشرين كيلوميتر في واحد اللحظة محمد طلب من عزيز باش يحبس له جنب الطريق على أساس تقضي الحاجة دياله ويرجع وفعلا وقف عزيز بالكاميو وبقى يتسنى في هال منطقة اللي وقفوا فيها وهي كانت منطقة كلها خلا وفي ذاك الوقت كان باقي شوية ضلام يعني حتى حاجة مكتبان واحد شوية عزيز كيتفاجئ بصاحبه محمد يغوت ويعيط عليه السيد من يشاف صاحبه يغوت بذيك الطريقة هبط من الكاميو حيتخاف لا يكون شو واحد خرج لي في ذيك الغابة وبغي يقريسي حتى يبالي محمد جاي كي يجري اللي عنده يا كلاباس شنو واقع قال له اودي يرى فاشكن الداخل سمعت شي ولد صغير كي يبكي وكي يغوذ الرب اللي خلقوه يلا معايا نقلبو عليه حيتي يقدر يكون شي واحد تخلى عليه وحطه تمام عزيز في الولار فاضي يمشي معاه يقلب ووياه قال لي احنا ماشي سوقنا يلا نكملو طريقنا بلا ما ندخلو راسنا فش مشاكل ولكن محمد مبغاش يتحرك ليه من تمام حتى يمشي يقلب على هالوليد ويعرف شنو واقع ليه عزيز مينفالي صاحبه ليس سر على هادرته شفحت عيه وفي الاخر مشمعه مشمعه ديكسا ازو واحد البيل من الكاميو ودخلو ديك الغابة هنا عزيز حتى هو بدك يسمع هو ديال لك الوليد تابعين دك الصوت حتى تلقى واحد الولد صغير ليري ليه واحد الكاشة واحد الكاشة ديالو وحاطينه تحت واحد الشجرة هالولد تكون عنده تقريبا بين كامحطول احدى واحد الكروسة ديالو المهم الموصيبة الكبيرة هي منين لقاوا واحد الجتة ديالو واحد البنت كلها محروقة وهالجتة كانت بعيدة تقريبا بواحد ثلاثة متر عزيز محمد غير شافوا ديالو الجتة محروقة بديك الطريقة خافوا لا يشوفهم شي واحد ويتورطوا في هذه الجريمة تكشي علاش اول حاجة فكروا فيها قالوا نبشون بلغوا الدارك الملكي بهدش كامل اللي وقع ديك سعر كبور كاميو وموقفوا حتى وصلوا الاقرب مركز الدارك الملكي اللي جاف واحد دوار واللي كان قريب من المنطقة اللي يلقوا فيها هدش عودوا ليهم شنوقع بالتفصيل من يخرجوا من المنطقة حتى وقفوا داك الخلاق ورقوا داك الولد ورقوا الجتة في الولد دارك ما تيقومش قالوا ليك ما يكونوا هدجوش غير سكرانين وقد يدخلوا يخرجوا علينا في الهضراء خصوصا حيث محمد وعزيز ديك اللحظة هم وهم مخلوعين بزرق الدارجات كانوا غير يدخلوا وخرجوا في الهضراء فكثرة الخلاق هادش اللي خلت دارك ما يتيقومش بهم في الأول ويرجعوا سؤولهم واش متأكدين من هادش اللي كتقولوا جاوهم عزيز وقال لهم هادش اللي عودنا ليكم راح نشفناه بعينينا وكل ما القيناش الجتة كنا غالين نزود داك الوليد ونجيبوه معنا ولكن مش فينا الجتة بحروق مقدرناش نقربوا ليه حيث تخفرنا نتورف هاد الجريمة ولا ما تيقتوناش يلا معنا نوريوكم البلاسة وانتو ما غتشوفو كل شي بعينيكم ودك شو اللي وقع دارك مني شافوهم مصرين على هادرتهم دك ساخر جمعهم العين المكان منوصلو فعلان غاي يلقاه ودك الراديع باقي محطوط في بلاسة وكانت تقريبا من نوجو تتاكل الهمت في حما وحيد دارك كانو كيشمو ريحة دير لصاص في ديك المنطقة فكروب اللي ممكن يكون هاد الجاني حرق الضحية في نفس البلاسة جون دارم قبل ما يديروا اي حاجة علموا فرقة دير تشخيص القضائي باللي يلقوا جدا وخاصم ضروري لتحقوا بهم العين المكان وفي نفس الوقت رجعوك ياخدوا الاقوال دير العزيز وصاحبه محمد سؤولوهم في ديك الوقتها اللي وقفتوا في البلاسة واش ما بالليكم حتى شي واحد كي يدور هنايا ولما تنشي واحد شافكم وهرب قالوا لهم لا ديك الساعة كان دنيا خاوية ما كانش نهائيا لحس ديال البنادم احنا غير سمعنا الغوات ديال الولد صغير مشي نتابعين صوت ديال وحتلقيناها وهذا الجده محروق احدى هاد شي اللي كين وما عندنا شي حاجة اخرى نضيفوها وما عارفين شي حاجة اخرى ومدام احنا كنقولو احنا مدام اطلقات الجده متفحيمة إلا ولازموا دعا المود ديالها يعني بحلوال وهذا الشخص ولا الاشخاص اللي قتلوها يكونوا رساكبوا جريمتهم في نفس الليلة هادو مو الاحتمالات ديال دارك الملكي الدارك من بعد ما اخدوه الاقوال ديال عازيز ومحمد اقوال ديال عازيز ومحمد القاوهم باللي بجوج ما عارفين والو على هاد الجريمة المو يخدوه جميع المعلومات اللي في البيطاقة الوطنية ديالهم قالوا لهم دابا غير سيروا في حالكم احنا لاحتاجينكم في حاجة اراغا رجعون استدعوكم فهذا الوقت بالضبط كانوا الفرقة ديال تشخيص القضائي بدأوك يعاينون جدا واحتى الموحيط اللي تلقات فيه وهنا فين غير يلاحظوا باللي النص ديال الوجهة الضحية ما كانش محروق ومن المعاينة المبدئية قدروا يعرفوا باللي هادي راه بنت بقى صغيرة تكون في اواخر العشرينات من عمرها ولكن السؤال لي مازال مالقاوش لي الجواب هو وجدك الولد اللي تلقى ها هو ولدها ولا لا وخدروا واحتى مشيط واسع لديك المنطقة للأسف مبانت لهم حتى شي حاجة اللي تفيدهم في البحث مالقاولها بطاقة وطنية ديال الضحية التي لفون ديالها من غير الكروسة ديال الورد الصغيرة هي اللي كانت محتوطة حداه وحيث كانت صباح بكري وباقي دلام وخا كانوا في قلبوا في ديك بلاصة ما كانش واضحة لهم الرؤية تكشي علاش قرروا يخليه حتى يصبح الحال ويرجعوا ويديروا واحد المسح الشام من المسرح الجريمة على الله يقدو يقوش ديال لينفعهم فرد القادية المهم من بعد ما سالوا الإجراءات ديالهم نقلوا الجتة المستودع الأموات باش يدال لها تشريح طبي ويعرفوا ما الأسباب والطريقة اللي تقتلت بها الضحية لا ربما الطيب الشرعي يفيدهم بشي معلومة اللي تخليهم يوصلوا الجاني في أقرب وقت ممكن وحتى الراضيع نقلوه للمستشفى باش يتلقى الإثعافات اللازمة ومن وصلت هذه الثمانية ثمانية وصدية الصباح ننتقل الجندرم مع الكلاب المدربة الموقع اللي يلقوا فيه الجريمة بقوا كي قلبه ولكن ما لقوا حتى شي جديد في مصرح الجريمة حتى وصلوا الواحد لاب بيست اللي كانت ديزا وصل الغابة وتما فين غير يلاحظو شي قاطرات دير الدم هذه من ديكلاب بيست حتى المنطقة اللي تلقات فيها الضحية هذا الشيء هو الغيبية لهم بللي الجاني مدازت من الطريق الرئيسية بالعكس اختصر من الطريق من ديكلاب بيست باش ما يشوفوا التواحل الدارة كمني لقاولوك العين دير الدم هذا الشيء زاد دخل لهم الشك بلليس قدر تكون الضحية تعرضت للطعام قبل ما تقتل هذا الجاني جابها لحتى لديك بلاصة وحرقها كانت أول بلاصة يبدأ من البحث هو الدوار اللي كينين فيه بدوك يسولوا في الناس اللي ساكنين تماما واش كينا شيء عائلة تقلب لشي بنت ولا على شيء راضيع صغير مختافي الناس ديلها الضوار يأكدوا بللي ما كينا حتى شيء بنت ولا شيء راضيع مختافي عندهم هذا الشيء اللي يخلي الدارة كيفكر ويرجع يقلب في المحاذر على شيء عائلة تكون مؤخرا جات باللغة على اختفاء ضحية وللأسف حتى هذا البحث ما وصلهم حتى شيء نتيجة فهذا اللحظة السؤال اللي كانوا كيفكروا فيه الدارة مدام الناس اللي ساكنين فرد من طاقة حتى واحد ما تعرف عليها وشي غا تكون ضحية كتتسكون في المدينة والجاني جابها من مدينة سطاة حتى لها ذاك الخلاق وتخلص منها الله أعلم هذا الشيء اللي كان الخاص هو يتأكدوا منه وباش ما يزيدوا شيء تعطلوا أكثر غاينتسقوا مع البوليس دي المدينة سطاة تعطاهم جميع المواصفات دي الجتة والولد الصغير وبحكم الوجهة دي الضحية ما كانت محروق كامل هذا الشيء يقدر يعاونهم باش يتعرفوا او تعرف عليها على اائلتها وحتى الى افتار ما تعرفوش عليها او ما تعرفوش عليها حتى شي واحد من خلال غا يقدر يتعرفو عليها من خلال صغير ضغير قدروا اائلتو يتعرفو عليه المهم الدارك عطاوا جميع المعلومات على البنت الراضيع اللي كانت معها اللي كانت الراضيع اللي كان معها باش البوليس يقلبوا في المحاضر اللي عندهم اللي يقدر يكون الراجلها فيدير شي بالاغ على اختفاء ديالها اللي يقلبوا عليها وفعلا سيأكدوا البوليس باللي غير البارح مع الجوش ديال الصباح جات واحد للمرة وراجلها كي يبلغوا على اختفاء بنتهم وولدها الصغير كي يقولوا منين خرجات مع الخمسة ديال الأشياء مع عودات شرجعات وعلى حساب المواصفة اللي اعطاوهم حتي مال كبير غتكون هي نفس البنت اللي يقلبوا عليها حيث الوالدين ديال الضاحية أكدوا في المحاضر باللي بنتهم كانت لابسها صباط حمر وعطاوهم حتى المواصفة ديال الكروسة اللي يلقاهوا الحواج اللي كان لابس الورد الصغير وهذه المعلومات كاملة كانوا متطابقين مع المعلومات اللي وصلوا لها الدارك المالكي واللي خلاتوا يتأكدوا باللي هي بنتهم ديك الساعة وعطاوهم استدعاءوا لأهل الأم والأب ودعوهم ليشا لصبي طهر لكي تعرفوا على الولد الصغير ولك الشي اللي وقع غير شايفوا هذا الرادع أكلوا لهم باللي هو والد بنتهم هنالبوليس طلبوا من الأم ديالها تعاول لهم بالتفصيل شنو كتعرف على بنتها وشنوقع عليها او شنوقع معها في النهار اللي اختفت فيه وباش حتى احنا نعرفوا وشنوقع لها البنت وولدها رجعوا بالأحداث اللور باش تعرفوا أكثر على الضحية هاللي بنت تميتها لبناء فعمرها 21 سنة مزوجة ومطلقات تقريبا يالله 24 شهر باش طلقات وعلى حساب أقوال ديال أمها كتقول بللي بنتها وراجلها ما تفاهموش وتلقوا بالتراضي وكل واحد فيهم مش الطريقه ولكن تلفز الوقت بقات علاقتهم مزيانة ومن ديك الساعة ويجلسة معانا في الدار وفاش راجلها كيتوحش ولده كانت لبناء كتخرجوا ليشوفوا المهم لبناء كانت كتخذف الدار بيضاء كتدير الميناج واحد الشركة ملفة يومياً كتخرج من دارهم مع السدير الصباح باش تلحق الخدمة ديالها ومع الخمسة ديال الأشياء كتكون في دارهم كانت كتدير لانافيت بحكم ولدها كان بقي صغير ودروري خاصة شي واحد اللي قابل لها ذاك ولدها ذاك الشيء لاش كانت كتخليه مع الأم ديالها حتى ترجع حتى لدك النهار اللي كان لحد اللي قلوبنا ما كتخدمش ذاك النهار ومن وصل الخمسة ديال لاشية علمات الأم ديالها باللغة تخرج طلاقة مع طاليقها حي توحش ولده وتتصل بها باش تخرجوا ليه ولكن البنت من ترجعت ومن بحثوا مع الأخذ ديالها هتليم في ديال عشية كانت علمتنا لوبنابل اللي من بعد ما غدتلاقها بالطاليق ديالها غدوش تجلس وتشوف شوية مع صاحبتها فاطمة الزهرة في دارهم يعني البوليس خاصهم دابا يرجعوا يبحثوا مع طاليقها وهذا صاحبتها اللي مشات عندها باش يعرفوا شنو تحت راسهم واشغي يكون عندهم شعالة بها الجريمة ولله ولكن قبل البوليس ما يرجعوا سول عائلتها سولها واش بنتكم كان عندها شي مشاكين مع طاليقها طبيعا الحالة حيث هو أول واحد غي شكو فيه قالوا لربما كانت بنا تمشي مشاكين اللي غتخلي طاليقها يحقد عليها ويقتلها ولا مثلا ذاك النهار مين تلاقات به مشات معالش بلاسة ووقع بنا تمشي صداء اللي تطور حتى القتل ومن بعد درجة تديها لها لدك الخلق وحرقها حتى هذاك يبقى احتيمال وارد ولكن لبناء غين فيو هذا الاحتمال وغين يأكدوا للبوليس باللي راجل بنتهم إنسان مربي ومتخلق وما عمرهم شافوا منوش يعيب وما يقدرش يدير في بنتهم هذا الحالة قالوا لي هم فعلا هم مكانوش متفاهمين وطلقوا وهذا شيء وقع بالتراضي ولكن في المقابل جميع المسائل القانونية اللي خرجت لي المحكامة كان كي يؤديها وأكدوا ليه أكدوا للبوليس باللي ما عمر وما وقع بنا تمشي صداء اللي يوصل حتى للقتل وقع عائل تانفوا هذا الاحتمال ولكن البوليس كان خاصهم ضروري قطعوا الشك بالياقين لأنه سيستدعيه لكي يرى ما تحترسهم ويتأكدوا بنفسهم واذا مخبي عليهم شي حاجة ولكن كيف مقالون سابق هذا السيد ما عنده حتى علاقة بهالجريمة المهم جابوا الطعليق ديالها دخلوا الغرفة التحقيق بدأوا يحقوا معه كي يبحثوا معه سولوا مجموعة من الأسئلة على الابناء منها كيف كانت علاقتكم مؤخرا وش كانوا بيناتكم شي مشاكل ومثلا كانت توقع بيناتكم شي صداع الذي يجعلك تضربها وفقاش كانت آخر مرات لقيتي بها جاوبهم عمار بالذي هو ولو ابنت زوجو زواج تقليدي ومن بعد مدى تمد على زواجهم بدأوا يوقعون بيناتهم مشاكل ولكن كانوا عاديين بحل أي راجل ومراتهم ومن نرى راسنا لم يفاهمين ما فارقنا بالذي هي أحسن ولكن هذا الشيء ما خلاني نقصر من جهة ولدي ذلك الشيء كامل الذي حكمت بي المحكمة كنت أديه لها في الوقت ومعمر له بلا لقيت معي شي مشكلة حتى ولدي أنا اللي ذهزه من حواجه ومن المصروف ديالو ما مخليه مخصوص من حتى قال يوم بالليل وضع بيناتنا كان عادي مني كانت توحش ولدي كانت تصل بها كانت تخرجوا لي وفعلا ذاك المهار تلاقيت بها أقيت هذا الشيء اللي قسم الله وتقريبا مجلس معها نص ساعة ومشيت في حالي حتى سمعت من والدها باللي لقيتوها مقتولة في الغابة وكان والدي معها وخا مني تفارقتي سولو قالوا له وخا قل لنا مني تفارقتي معها في المشيتي لك ساعة مكتي معها تفارقته في المشيتي جاوبهم باللي كان دير مع واحد صاحبه باش يتلاقاه هو وياه ويتلاقوا بها في القهوة على أساس يقاد شيء أمور كالتعلق بالخدمة ومورها مشى لدارهم البوليس باش يتأكلوا من الأقوال ديالو استدعوا صاحبه ومشوا حتى القهوة اللي قال ليهم جلس فيها ومن بعد ما بحثوا مع والديه يشافوا باش يشوفوا الوقت بالضبط اللي يدخل فيه للدار أكلوا باللي عمار كيقول ليهم الصراحة وسين ما عنده حتى شيء على قبل الجريمة ذاك الشيء اللي يشتلقوا ويمشي في حاله ومباشرة سيأخذوا الأخوال لصاحبتها فاطمة الزهر كيف تتعرفي على العلوبنا؟ قالت ليهم الله ودي هذي كراها أكثر من صاحبتي كانت ملفة تجيل عندي ومشي عند الكاريتة اللي وقعت لها وأخي قولي لي فالنهار اللي اختفت في صاحبتك وجلت عندك الدار قالت لي ايه جلت عندي مع ذلك الخمسة جالت معي تتصل بها طالقها ذاك الساعة قالت لي نخرج لي شوفه ونرجع عندك وفي عندك ما يوقع وها بنصف نص ساعة ورجعت عندي الدار قلنا جالسين حتى الواحد للحظة في صنع تليفون ديالها ولكن هذه المرة ما جاوبتش قدامي خرجاتك تهضر على بره حتى كنشوف هذه الخمسة مزروبة لزيت ولدها دارت بوسيت دياله وقالت لي يا جايتني خدمة جديدة ولكن فاش سولت على الخدمة سولتها قالت لي راني مزروبة حتى من بعد ونعود لك ومن ذاك الساعة ما عودت شفتها حتى عرفت من والدها بالتي تلقات مقتولة هنا البوليس ما بقوا فاهمين والو وزا ما تكون ضحية كانت تتقلب إلى خدمة أخرى تصل بها في ذاك الوقيتها ولا تكون وصيت شيء واحد باش يخدمها هو اللي تصل بها ومن بعد استدرجها لذيك البلاسة وقتلها البوليس في هذه الساعة تتبعوا حيث أي واحد بحثو معه في الأخير كي طلع من ما عنده حتى علاقة بها الجريمة وخاك رجعوا سول عائلتها وشفيتها علمتكم باللغة تبدل الخدمة لها ولا ما تعلن دفعت الشيء خدمة أخرى قالوا لهم الله أعلم هل هذه شيء ما فرصناش والبنت ما عودت لنا حتى حاجة وزا ما يكون دبر لي هذا ماشي واحد في الخدمة ومشى تتلاقى معه وهو اللي يكون ارتكب هذه الجريمة مهم في الأخير كي يبقى كل شيء ممكن البوليس ما فقدوش الأمال وبقوا مكملين البحث ديالهم حتى خرج تقرير طيب الشرعي اللي كيقول بللي البنت تعرضت للغسيصة قبل ما تقتل هذه اللولة ثاني حاجة من بعد الاختصاب تلقات او تلقات الضحية او تلقات او تلقات الضحية اربعة طاعنات على مستوى الجسم دياله جوج كانوا في العلق ديالها وجوج خرين جوا في القلب ديالها ثم حرق الجثة بليسانس اما الوقت ديال الوفاة كان معادي كالحضاش ديالليل منين وصل تقرير البوليس لقوا راسهم كي يدوروا في حال الحالة قاموا فراغ ومن شافوا راسهم ما وصلوا إلى نتيجة قروا يديروا خبرة على النمر ديال الضحية باش يعرفوش كون هو الشخص اللي كان اخر واحد تصل بها ولكن مشكلة اللي يلقاوه هي منين غي يعرفوه باللي اخر نمرة تصلس بالضحية ما كانت مسجلة بحتاش يسمية يعني الشخص اللي كان يستعملها هيكون خدا ديك النمرة غير من الزنق وهذا كان مشكل كبير بسبب البوليس هنا الحل واحد يعدني صعودوا عاليها بالشركة اللي كانت تخدم فيها دخلوا لي إلى المسؤولين لدين الشركة قالوا لهم كيفاش كانت تسويلك وشنو كتعرفو عليها ولا مثلا ملاحظوا باللي كانت عندها علاقة مع شي واحد من الموظفي اللي يتميش هنا المهم قولوا لنا أي معلومة التي تقدر تفيدنا حيث البوليس بكروف هذا الاحتمال باللي ممكن الضحية كانت عندها علاقة مع شي واحد من الناس المسؤولين يقولون فعلا هذه البنت تختم عندنا كانت سيدرويشا ومن أطيب خلق الله ومن الفديمن تجي في الوقت والصراحة مع مرنا نقينا معها مشكلة حتى المؤخرا لاحظنا باللي مبقى تجي في الوقت يعني مرة مرة تتعطي هنا سوف يعلموهم البوليس باللي البنت لقيناها مقتولة لك شعل جينا نهدو من عندكم بعض المعلومات عليها واحتفاش سور الموظفين اللي خدامين تماما في الأخير تبيي اليوم باللي ما عارفين حتى حاجة على الحياة الشخصية ديال اللوبنا للناس اللي كتعرفه ولا مع من كانت كتلاقها ولكن من سور السيكوريتي ديال الباب كانت عنده هدر اخرى حتى يقول لهم باللوبنا في الوقت كانت كتجي وكتمشي غير بوحدها ولكن هذي تقريبا واحد مدة ديال 20 يوم كان لاحظ يوميا كيوصل واحد السيد بالطوموبيل دياله حتى للباب ديال الشريك سوره واش كتعرف هاد السيد اللي كان كيجيبها السيكوريتي يقلم هاد الشخص معروف عنده وكالة ديال الاصفار البوليس غير وصلوا المعلومات نيشان غادي توجه الوكالة ديال هاد السيد السلام عليكم معاك البوليس واش انت فلان جاوهم هو انا يا كلاباس شنو واقع ديك ساعة حطوا قدامه تصوير ديال اللوبنا وسوره واش كتعرف هاد البنت في الأول محسين هو اسمه ومحسين قال ليهم لا معرفتهاش وكل البوليس قالوا ليهم ما يمكنش تكون معرفتهاش غير رجع حقق في الصوره مزيان راه البنت كتخدم في هاد الشاريك وفعلا نرجع كي حقق في صورته ويقول لهم اه هاد يلوبنا دا بعدها قلت لها حقق غير سمحوليه حيث يجي عندي بزاف ديالناس داك الشيء عليك ما غانقدرش نعقل الليم كاملين وخاسيدي غامشو معاك على قد هادرسك فيك تعرف هاد البنت قلت لهم كنت تجي عندي باش تقلب لها على خدمة اخرى بصالير مزيان وقد قلت لها من اللي لقى لك شيء خدمة راه انتتصل بك ونعلمك ولكن حتى لهذا الساعة ما زال ما لقيت لها اللي بوليس غير سمعوها للهضراء رجعوا لأقوال دي صاحبتها اللي كانت قالت ليهم راه انتتصل بها شيء واحد وقال لها راه جعتني شيء خدمة لك شيء خدمة جديدة هاد الشيء اللي خلاهم يرجعوا يأكدوا عليه واش مأكد غير هاد الشيء اللي كان بيناتكم زما ما كانش كتربتك بها حتى علاقة شيء علاقة مع هاد لبناء ولا مثلا المعمرها ركبت معاك في التوموبيل الساعة غير سمعها للهضراء طلعت معها السخانة واللون ديالو وجهه تبدل درجة جواهم هو مع الصبق قال لهم ابنت ما عمرها ركبت معايا في التوموبيل وما كتربتني بها حتى علاقة هاد ردة الفعل ديالو زاد خلات البوليس يشكوا فيه حيث كان الوقت كامل هو متوتر وكل ساعة كيسولم شنوا واقع ولاش كتسولو هاد الاسئلة كامل ولكن البوليس ما بغاوش يعطيوه راس الخالد شنو غير ديرو مشا وجابو دك السيكيريتي دير الشركة وواجهوه معاه وفعلا غير يأكد لهم باللي هو نفس الشخص اللي كانت كتركب معه الضحية شهادة دير السيكيريتي ما تخلي البوليس ياخد اليدن من النيابة العامة ومشوا قلبوه الضاريالو وللأسف وقلبوها مزيان حتى حاجة اللي تخليهم يشكوا باليدك الدار اللي تقتلت فيها الضحية حتى من تليفون ديالو او حتى من تليفون عفوان والصاكد ديالو وللأسف ومنين سالوا من الدار رازونيشان يقلبوه في الطموبيل بدأوا بالكفار وهم يقلبو حتى وصلوا الكرسي لأحدى الشيفور تم فين غير الشيفور تم فين غير القوة بعض النوقات صغار ديال الدم في الجنب ديال الكرسي الشرطة العلمية هزودوا كل عينات ومباشرة ومختبر الجنائي وبقوا يتسنوا حتى يخرج التقرير اللي غيتبت لهم ان دك الدم كيرجع الضحية وللشخص اخر المهم ديك الساعات اقلوا محسين ودوا بشيكملوا مع البحث في كوميسارية وخلوا تحت حرص النظرية لمدة ثلاث ايام وخزيروه بقاموا السر على الاقوال ديالو باللي ما عندو حتى علاقة بها الجريمة حتى خرجت النتيجة ديال الدم اللي كانت ايجابية ومطابقة 100% للضحية ديك الساعات البوليس حتى يزيده يضغطو عليه مزيان حتى نهار وما قدرش يبقى مستمر في النكران ديالو واعتارف ليه بدك الشي كامل اللي وقع كيقول لهم محسين تقريباً هادي شي شهر باش تحرف على اللوبنا على اساس البنت عجبات واناوي معها المعقول ولكن هو في الحقيقة كان بغي غير يتفلى عليها ويدوز بها الوقت ومن بعد ما ياخدك شي اللي يبغى منها يتفرق معها كيقول عيد نحاول نتقرب منها ولكن اللوبنا ما كانش كتقيني فرصة وحيت كنت عارفها كتقلب لها خدمة اخرى هذا شي اللي خلاني ذاك النهار متصل بها تقريباً وقلت لها وقلت لها راني لقيت لك خدمة اللي باغى أنا جاي عندك دابة باش نشرح لك كل شي وفعلاً لقيتها كتناني في نفس البلاسة اللي قلت لها لكبات معي هي ولها ومباشرة خرجت بيهم برا المدينة على اساس يخرجها على المدينة باش يهدر معها يهدر هو بياها على راحتم حتى وصلوا لديك الخلال وقفت الضموبيل وبدأ يحاول يتقرب منها ولكن اللي بنا رفضت وبدأت تقوت عليه الشي اللي خلال محسين تعدى عليها جنسياً بالزز منها ومين قلت اللي بنا كتقاومه سدد لها طعانات كانت قاتلة السيد من وعا وفهم اش دار وعلى رأسه وعرف الكاريتة اللي دار ديكسة هبطت الجتة ديالها ودخلها وسط الغابة وكبع لها لصانس وشعل في العافية ومن بعد هزول دها وحطوا وكروسة دياله وحدة ديكسة شجرة ومباشرة هرب من تم كانت هذه هي الاعترافات ديال المحسين من العطرف بالجريمة اللي دار وسينا على الأقوال دياله داروا له إعادة تمتيل جريمة ومباشرة حول المحكمة وحكمت عليه بالإعدام كانت هذه هي القصة ديالنا ديال اليوم كنتمنى تخليوا رأيي ديالكم في هذه القصة في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة